السلام عليكم ورحمة الله وراجاته رمضان بقى خلاص قرب ومحتاجين نعمل حاجات توفر معانا في الوقت وفي المجهود وفي التكلفة كمان وحاجة تكون كمان طعمها حلو كل نسم بتختلفش عليها وهي كوفتة الرز تعالوا النهاردة نعملها بأسهل طريقة بس مش هعملها من غير لحمة هنعملها بحاجة كده بسيطة ان شاء الله هتطلعها حلوة جدا ولا هتفك معاكي وهيبقى طعمها يجنن بجد وأحلى كمان من اللحمة بكتير تعالوا نشوف الطريقة وتعالوا نشوف عملناها ازاي بس قبل نبتدي الفيديو لو لسه مشتركتوش في القناة اتمنى تشتركوا معايا في القناة وتنسوش تفعلوا الجرس ولو الفيديو عجبكو ياريت نعمل لايك يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ايلي وصحبه اجمعي في البداية قبل منبتدي كده نعمل كفتة الرز بنبتدي نعمل الرز بتاعي ولو ما عنديكيش وقت ومحتاجة تعملي حاجة سريعة ممكن نشتري فيه اكياس رز بودر بتبقى موجودة في السوبر ماركت ممكن نشتريها بس انا بحب ان انا يعني طالما هعمل حاجة اقتصادية شوية يبقى بلاش نصرف كتير فانا اجيبت بقى كوبايتين من الرز وبعدين ابتديت على نقعهم شوية في المية لحد ما يبتدي يبوش معايا المرحلة دي مهمة جدا عشان ده بيخلي الرز يتفرم معاك بسرعة ويبقى بودر كده عامل زي السكر بالزبط بعد ما باش معايا ببتدي ان انا صفيه مش بسيبه ينشف هو بس بيتصفى شوية من المية بتاعته وبعدين بجيب بتاعة الفلفل اسود دي بتاعة الخلاط اسمها المطحنة بتاعة الخلاط ببتدي يحطي فيها الرز بتاعي والطحنة كويس قوي لحد ما يبقى زي السكر بودر كده واهم مرحلة بعد ما عملت كده ان انا بجيب اي بقى منخل كده سلك او مصفى وببتدي انخل الرز بتاعي علشان ما يبقاش فيه حبيبات والحبيبات الصغيرة دي اللي احنا مش بنبقى اخدين بالنا منها دي اللي بتخلي الكفتة معاك تفك فدي من الحاجات اللي ناخد بالنا منها هي معلومة بسيطة كده بس عشان تطلعوا الحاجة مظبوطة جدا وتطلع معاك نتيجتها حلوة وبعدين اللي بيطلع منه ده برجع احطه تاني واحط عليه معلقتين من الرز ونبتدي نضرب الباقي كل الحد ما تبقى عندي بالشكل ده خلصنا بقى الكمية عندي بقى سدر فرخة صغير اكيد محدش فينا بقى مش بيشتري فراخ لو شلتي بس قطعة صغيرة من الفراخ دي القطعة من السدر كده وبتديت ان انا هعمل بها كمية محترمة من الكفتة عايز اقولك ان الكفتة دي ممكن تعمل معاك تلات طبخات وكمان هقولك على حاجة كمان في الفيديو ان انت تخليها تضعف الكمية بتاعتها ازاي لما بنيجي نطبخها هقولك دلوقتي لو انت بقى عندك كبة كبيرة شوية انا الكبة بتاعت صغيرة لو الكبة بتاعت كبيرة ممكن نحط كل الفراخ مع البصل مع التوم مع الخضرة كله مع بعض في الكبة مرة واحدة بس انا عشان الكبة بتاعت صغيرة فابتديت ان انا اضرب كل حاجة وانفاصلة حطيت بقى خمس كده ست فصوص من التوم وبعد كده عندي تلات بصلات صغيرين لو البصل متوسط ممكن نحط بصلتين متوسطين وبعدين عندي بقى حزمة كده من البقدونس على الكزبرة وبعدين نحطهم بقى في الخلاط في الكبة بتاعتي ونبتدي نضربهم كويس جدا اهم حاجة بقى في المرحلة دي ان احنا نفرومهم كويس قوي عشان محتاجش ان انا ارجع احط المكونات على بعض وارجع فرومها تاني في الكبة كده بتبقى بقى متماسكة معي وما بتبقاش فيها اي قطع كده ولا اي حاجة نتأكد تماما ان هي مفاش اي قطع ولا اي حاجة هبتدي بس اتبّلها بقى الحاجات دي اتبّلها كده يبقى التوابل كلها مع بعض هحط بقى معلقة كبيرة من الكزبرة النشفة ونص المعلقة من الفلفل اسود مش هنزود من الفلفل اسود معلقة كبيرة من الكمون وبعدين معلقة كبيرة يعني حطيت حوالي معلقة وربع كده من الملح على طبعا كوبايتين الرز اللي معاقي عشان يبقى الملح بتاعها معقول طب لو انت زودت في الملح ما فيش اي مشكلة لما بنيجي نعملها بقى نصبقا نعملها بالصلصة ممكن نقلل الملح في الصلصة فتطلع معاك مظبوطة قوي ولو انت قللت الملح بتاعها برضو ما فيش مشكلة نزود الملح في الصلصة فحتطلع معاك مظبوطة يعني الملح ده اللي عبتك وخصوصا في الكفتة دي وبعد كده بعد ما فرمتها بقى كويس قوي نحطيت بس معاها قطعة من الفراخ كده وفرمتها كويس عشان تتفرم معايا كويس جدا وبتديت ان انا اضيف بقى الرز بتاعي بالتدريج انا زي ما قلتلكم انا استخدمت في الكمية دي الكوبيتين يعني هما كانوا كوبيتين عشان الامانة بس حوالي كوبيتين وربعة او كوبيتين ونص من الرز بس زي ما قلتلكم بقى هو كمية الرز دي بتختلف على طبعا على حسب حجم البصلة اللي انت حطاها وعلى حسب بحجم القطعة الفراخ اللي انت حطاها لان كل دي بيزود السويل معاكي في الكفتة فتحتاج رزه اكتر انما انا بالزبط الحمد لله يعني الكوبيتين وربعة كفت بالزبط وكانت متماسكة جدا وقدرت ان انا اشكلها بمنتهى سهولة طب لو حسيتوا ان هي طرية شوية معاكي ممكن تحطيها في التلاجة شوية تتماسك هتلاقوها هتقدروا تشكلوها بسهول قبل ما تشكلوها بس هي كانت معايا مزبوطة فمحتاجتش ان انا احطاها في التلاجة كده من الزيت وهبتدي بقى بس ان انا يعني امسح ايدي كده بالزيت علشان متلزقش معايا بس هي ما بتلزقش خالص وكانت حلوة اوي شايفين يعني قامها يعني حلوة جدا ومزبوط اوي هبتدي بقى ان انا اصبعها بالشكل اللي انا عايزاه او الحجم اللي انتو عايزينه آآ وبعدين بعد ما صبعتها بقى كده بالشكل ده هنبتدي ان احنا نحمرها في الزيت في بقى آآ في المرحلة دي قدامكم اختيار من الاتنين يا اما بممكن نشيل القطع نشيل العجينة زي ما هي كده زي عجينة الطعمية كده منشيلها نقسمها في الكياس كده ونحطها في الفريزر ونطلها على العميل بس احنا بقى عشان دخلينا على رمضان فانا بحب ان انا جاهزة على التسوية على طول فانا ابتديت ان انا بقى اصبعها كلها وهحمرها كلها وحشلها متحمرة يعني مش هحتاج ان انا ارجع تاني احمر وطلع واعمل كده لا هو بس يوم واحد هتاخده معاكم اليوم كله وحيوفر معاكم طبخة ثلاث سيام مش هتاخده فيها وقت وبعدين بعد كده بقى بعد ما تصبعت معايا هبتدي ان انا انزل في زيت كده هحط بقى فيها ههم حاجة زيت بس نسيبه يسخن شوية عشان ما تبقاش معانا ما تشربش معايا زيت كتير وفي نفس الوقت ما نسيبهوش يسخن قوي عشان ما تتحرقش اول ما نحطها نبتدي بقى نحط الكمية بتاعتي بالشكل ده في الزيت وحبتدي بقى احمرهم وهن بتحمروا بقى لازم ان احنا نقلب فيهم باستمرار يعني علشان طبعا ما يبقاش فيه جزء كده احمر وجزء بيبقى لسه ابيض فنحاول على قد ما نقدر اول ما هنحطها بقى في النار شوية كده نزبر عليها بس اعلم ان دقيقة كده اقول ان نحس ان هو يعني تمسكت كده ما فيهاش الحتة البيضة اللي بتبقى فوق دي يعني نحس كده ان اتحمرت شوية نبتدي نقلبها بقى كده وباستمرار بقى نقلب باستمرار كده شمال ويمين لحد ما تاخد اللون جميع الجوانبوت وتاني حاجة بقى المهمة جدا برضو لازم تحمروها كويس لان لما بنحطها في الصلصة بتطيض شوية يعني زي منقول اللونها بيفتح شوية فعشان بقى تاخدوا اللون المزبوط بعد التسوية لازم نتكى عليها شوية في التحمير بس ما ناخد بالنا عشان ما تتحرقش معنا بعد ما تحمرت بقى بصوا شايفين اللون انا كده سبتها تغمق شوية كده بقت مزبوطة جدا او شايفين اللون ده اللون المزبوط اللي انتوا تطلعوها بيه كده بقت جاهزة عندي حسبها بقى تبرد تماما وبعد ما تبرد بقى بتدي ان انا حطها في الكياس على قد بقى الكمية اللي انت عايزيها حسب الطبخة بتاعتك وعايز اقولكو كمان انتوا لو عايزين تضعفوا كمية ممكن احنا في التسوية نزود معاهم من قطع من البطاطس كده عملتي تلت انا عاملق يعني دول كده هيكفوني تلت مرات عايز اقولكو يعني طعمها حلو جدا وكمان يعني ما فكتش خالص انا عملت جربت شوية بس ما فكتش خالص وطعمها حلو قوي جربوها بقى وولولي رأيكو واستعدوا كده لرمضان عشان نرتاح في رمضان ونخلي كده نفضي نفسينا في رمضان ونحملش حاجة غير ان احنا نعبد ربنا ونصلي وبس ربنا يبلغنا رمضان اللهم امين يا رب ويتقبل مننا ان شاء الله صالح الاعمال وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب وما تنسوش طبعا تدوا على اخواتكو في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويداود جرحاهم اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته